بينما تستعد كرواتيا أحدث دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لخوض مرحلة جديدة في عضويتها في الاتحاد من خلال الاستعادة عن العملة الوطنية الكونا بعملة اليورو، كانت البلاد تدرس الاقتراحات لاعتماد الصورة التي ستستخدم على العملة الجديدة. اعتمد البنك الوطني الكرواتي لاقتراحات نهائية للعملات الوطنية المعدنية الخمس في المستقبل. العملات المعدنية من فئات خمسين وعشرين وعشر سنتات ستعرض صورة العالم والمخترع الصربي نيكولا تيسلا. الخطة الكرواتية لوضع صورة العالم الصربي نيكولا تيسلا على عملاتها المعدنية بليورو أثارت انتقادات صربيا، لكن مراقبين يرون أن اختيار صورة تيسلا سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات المستقبلية بين الجارتين. قبل ثلاثين عاما كان الحزب الحاكم مسؤولا عن هدم آثار العالم نيكولا تيسلا، والآن الحزب نفسه جاهز لوضع صوره على عملات اليورو الكرواتية، لذا يمكن القول إن كرواتيا قد نضجت نوعا ما، وقد تكون هذه بادرة إيجابية. كرواتيا التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين وأربعمائة ألف نسمة أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ويأمل مواطنوها بشكل أساسي أن تجلب عملة اليورو لبلادهم الازدهار الاقتصادي بدلا من الاضطرابات السياسية. لا أعرف ما المشكلة، نيكولا تيسلا كرواتي وصربي في نفس الوقت، حقا أريد فقط أن يكون لليورو قيمة كعملة. على الرغم من الجدل الدائري بشأن وضع صورة تيسلا على العملة الجديدة، فإن الحكومة الكرواتية تبدو أكثر انشغالا بخصوص خطوات الاندماج في منطقة الشنغن، إذ إنها تعد أولوية استراتيجية بالنسبة إليها. اشتركوا في القناة